وإلى الشأن الفلسطيني حيث أكدت الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال استمرارها في التصعيد ببرنامج متعدد الخطوات أوله مواصلة أكثر من 140 أسيرا إضرابهم المفتوحة عن الطعام وذلك نتيجة مماطلة إدارة السجون في الاستجابة لمطالبهم والاستمرار في سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى مع استمرار إدارة سجون الاحتلال في موقفها الرافض للاستجابة لمطالب الأسرى الفلسطينيين من تفعيل الهواتف العمومية للتواصل مع عائلاتهم وإزالة أجهزة التشويش إضافة لوقف انتهاك حقوق الأسرى المضربين تحديدا من خلال العكوبات المفروضة عليهم وعزلهم يواصل 140 أسيرا إضرابا مفتوحا عن الطعام إلى جانب ثلاثة أسرى إداريين مضربين منذ فترات طويلة متفاوتة ضد تجديد اعتقالهم الإداري الوضع فقط إلى تفاكم سواء للأسرى بشكل عام من حيث شروط حياتهم أو للفئة الأكثر استهدافا الأسرى المرضى الوضع ستدهور أكثر ما لم تتوفر مظلة حماية يوفرها الشعب الفلسطيني والحركة الوطنية للأسرى فيجب أن لا يستغرب أحد من أن يرتفع عدد من يرتكو شهداء وارتفاع أيضا في مستوى المعاناة والقهر الذي يواجهه الأسرى من سلطات الاحتلال لأكثر من سبعين يوما يواصل الأسير أحمد غنام إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري في ظل تعمد إدارة السجون إهمال حالته الصحية ليصل إلى مرحلة حرجة تحتاج لتدخل طبي هنا في مدينة رمالله استمع أهالي الأسرى لعل وعسى أن يصل صوتهم لأصحاب القرار والهيئات الحقوقية في ظل تفاكم الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال أضربت عن الكلام وهم يضربون عن الطعام بأنهم ظلموا ولم يجدوا سلاحا سوى هذا السلاح أربع من الأسرى ما زالوا متواصلين في إضربهم المفتوح عن الطعام طارق قعدان وناصر الجدع وإسماعيل علي وأحمد غنام وهم في أوضاع صحية صعبة إثنان من الأسرى انتصروا في هذه المعركة الأسير سلطان نخلوف وهيثم حمدان تم الاتفاق على تحديد سقف زمني للأفراج عنه من الأتقال الإداري وكذلك هناك ماء من الأسرى ما زالوا متواصلين في إضربهم ضد استمرار تركيب أجهزة التشويش وعدم تحسين شروط وظروف الأسيرات في سجن الدامون وعدم تركيب أجهزة الهواتف العمومية كما تم الاتفاق عليه مع موثلي الحركة الأسيرة أباني لإضراب كرامة رقم 2 توتر ملحوظ داخل سجون الاحتلال فبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن الحالة ستشهد انفجارا في أي لحظة طالما لم تستجب ما تسمى بإدارة مصلحة السجون وتفي بما تعهدت به من مطالب الحركة الأسيرة إباني إضراب الكرامة الثاني قبل عدة أشهر من مدينة رام الله المحتلة محمد حسين رؤيا